نرجع بعد الخبر الحلو ده لأخبار الأشبال ونروح لفريق 2001 فريق شباب النادي الأهلي واللي تعادل مع المصري في دور الجمهورية للشباب 2-2 كان تقدم للمصري بهدفين ونجح الأهلي في إدراك التعادل بهدفين عن طريق محمد رضا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 زي ما احنا شايفين قدامنا الخبر أهلي 2001 يتعادل مع المصري في دور الجمهورية للشباب نروح لأهلي 2006 يفوز على حرص الحدود في افتتاح كأس مصر للنشئين وده خطوة جيدة وممتازة من إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إن في الفترة دي في تجمع لمنتخب مصر للنشئين مع كابتن محمد وهبة فالفترة دي بدل من اللعبة في الأندية تقعد تدريبات بس اتعاملت بطولة كأس مصر للنشئين وده خطوة جيدة وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين في منتخب مصر افتتح للنادي الأهلي عبد الرحمن النحاس التسجيل في الدقيقة 45 ونجح البديل عبد الرحمن يشان في تسجيل الهدف الثاني بطولة الجمهورية مقسمة لأربع مجموعات كل مجموعة أربع فرق بستاشر فريق اللقاء الثاني لنادي الأهلي هيكون أمام سموحة يوم 24 أكتوبر الجاري ثم يواجه السيراميكا كليو بطرا يوم 31 أكتوبر نروح لمنتخبنا الأولمبي ميكالي المدير الفني للمتخب الأولمبي يختار 30 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي لمجاهة اسواتيني هقول لحضراتكم قائمة منتخب مصر الأولمبي حمزة علاء علي محمد يحيى أحمد نادر الساد في حراسة المرمى محمد أشرف محمد مغربي عبد الرحمن رجدان كريم الدبيست اللي يكون ضيفنا النهاردة محمد طارق حسين عبد المجيد هشام محمد شعبان أحمد عيد عبدالله عادل محمد سمير والعسألاني في خط الدفاع رقفة خليل مصطفى سعد ميسي أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل علي محمود فؤاد وليد علي فرج عبدالغاني محمد عماد ميهوب زياد محمد كمان محمد شحاتة العربي بدر في خط الوسط وفي الهجوم حسام أشرف وأحمد سيد غريب وعبدالرحمن عاطف وأسامة فيصل مباراة المنتخب الأولمبي المباراة الأولى هتكون يوم 23 عشر والمباراة الثانية يوم 30 أكتوبر الجاري هنشوف مع بعض قائمة بقى النادي الأهلي اللي منضمين للمنتخب الأولمبي ما شاء الله عندنا عدد كبير موجود سواء في منتخب مصر الناشئين منتخب مصر الشباب وأيضا منتخب مصر الأولمبي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم عندنا عشر لاعبين من النادي الأهلي في المنتخب الأولمبي حمزة علاء في حراسة المرمة محمد أشرف ظهير أيصر كريم الدبيس ظهير أيصر محمد مغربي مدافع عبدالرحمن رجدان مدافع رأفة خليل جناح مصطفى سعد الوافد الجديد جناح أحمد نبيل كوكا ارتكاز العربي بدر إعارة طلاع الجيش وأحمد سيد غريب إعارة إلى الاتحاد السكندري مهاجم عشر لاعبين بيضمهم المنتخب الأولمبي من النادي الأهلي وده أبلغ رد للناس اللي دايما بتشكك في قطاع الناشئين بتشكك كمان إن النادي الأهلي بيضم صفقات من اللاعبين صغار السن ودي من سياسة لجنة التخطيط والنادي الأهلي إزاي يضم ناشئ صغير زي عبدالرحمن رجدان كريم الدبيس اللاعبة اللي احنا شفناها بمبالغ صغيرة اللاعبة دي بعد كده تشوفها في النادي الأهلي في الدرجة الأولى لو أنا اشتريتها بعد كده من ندييتها كان ممكن اشتريها بمبالغ كبيرة جدا نروح لمنتخب مصر الناشئين موليد 2006 ومعسكر مغلق لمنتخب الناشئين الخميس المقبل بقيادة الكابتن محمد وهبة الصفر إن شاء الله يكون للجزائر يوم 30 التصفيات هتكون من يوم 5 إلى 15 مجموعة مصر تونس المغرب ليبيا مصر كل التوفيق إن شاء الله للكابتن محمد وهبة وكل اللاعبين زي ما اتكلمنا عن المنتخب الأولمبي ومشاء الله عندنا من النادي الأهلي عشر لاعبين من الثلاثين لاعب اللي موجودين في منتخب مصر والمبي أيضا نشوف مع بعض كم لاعب من النادي الأهلي موجود مع منتخب مصر الناشئين عندنا عدد كبير أيضا في القائمة اللي ضمها الكابتن محمد وهبة زي ما احنا شايفين عندنا سبع لاعبين أيضا موجودين من النادي الأهلي في قائمة منتخب مصر للناشئين عمر كامل حارس مرمى فترة اللي فاتت كان طلع وتمرم مع الدرجة الأولى أحمد عبدين مدافع من العناصر المميازة جدا يوسف إسلام خط وسط هشام مصطفى خط وسط إبراهيم عادل خط وسط عمر سيد معوض جناح وحسام عادل مهاجر سبع لاعبين صاعدين وعيدين كل التوفيق للكابتن محمد وهبا وهؤلاء اللاعبين في بطولة أو في التصفيات القادمة في الجزائر نروح نشوف مع بعض نتائج مباريات الأسبوع الثالث من دوري الجمهورية للشباب موليد 2001 الأسبوع اللي انتهى بتعادل النادي الأهلي مع المصري 22 فوز الزمالك على البنك الأهلي 32 وفوز فاركو على الاتحاد السكنداري 10 وفوز فيوتشر 2 على حرس الحدود وسموحة فوز على طلع الجيش 1 فوز الجنة على غز المحلة 1 وفوز المقاولون العرب 1 على مصر مقصة وزد فاز على MB 2 وبرامز يفوز على أسوان 2 واحد والتعادل السلبي القناة مع الإسماعيلي 0 نروح مباريات الأسبوع الثاني من دوري الجمهورية موليد 2003 فوز الأهلي في المباراة اللي زعناها لحضراتكم هنا على شاشة قناة الأهلي فوز الأهلي 3-0 على بيترو جيت وتعادل إيجابي أسوان مع مصر مقصة 1-1 وتعادل السلبي السموحة مع MB 0-0 وتعادل إيجابي البنك الأهلي مع المقاولون العرب 1-1 وفوز بيرامز على الدخلية 1-0 وفوز للمصري 5-3 على طلع الجيش وفوز زد 1-0 على غز المحلة وتعادل إيجابي الإسماعيلي مع فيوتشر 1-1 والتعادل إيجابي الزمالك مع سيراميكا 1-1 ده كان نتائج مباراة الأسبوع الثاني من دور الجمهورية موليد 2003 أيضا نروح لنشوف مع بعض نتائج الجولة الأولى لكأس مصر 2006 البطولة اللي احنا بنشيد بلجنة المسابقات في اتحاد الكورين ونظمها خلال فتر التجمع ومنتخب مصر للنشئين نتائج المجموعة الأولى الأهلي فاز على حرس الحدود 2-0 وسموحة يفوز 3-1 على سيراميكا المجموعة الثانية تعادل إيجابي الزمالك مع انبي 1-1 وفوز بيتروجيت على الانتاج الحربي 2-0 المجموعة الثالثة تعادل السلبي زد مع فيوتشر 0-0 وغز المحلة يفوز على ودي دجلة 1-0 نتائج المجموعة الرابعة التعادل السلبي الإسماعيلي مع المصري تعادل السلبي 0-0 والمقاولون يفوز على البنك الأهلي 2-0 دي كانت نتائج مباريات كأس مصر النشئين البطولة اللي أنا بشيد باتحاد الكورين ونظمها خلال الفترة دي في توقف بسبقة الجمهورية موليد 2006 نظرا لانشغال الكابتن محمد وهب واللعبين في التصفيات الموهلة لبطولة أمم أفريقيا نروح بقى نشوف مع بعض ملخص مباراة الأهلي وفاركو موليد 2007 المباراة التي انتهت بالتعادل الإجابي 1-1 في ملاعب النشئين مدية نص وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل ضفنا كريم الدبيس ترجمة نانسي قنقر